التقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد صباح ووزير خارجية الجمهورية التونسية الشقيقة عثمان الجرندي اليوم وذلك على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعاقدة في العاصمة الباكستانية إسلام أباد تناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبول تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتقى مع وزير أشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وسهول تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتقى ووزير خارجية جمهورية قرقيزستان الصديقة روسلان كازا كابايف اليوم على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في العاصمة الباكستانية إسلام فاد تنول اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسهول تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتقى مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلند الصديقة بروم دون براموديني على هامش أعمال الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية